الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه يقول الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الثلاثة وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه فبدأ بالعلم قبل القول والعمل اعلم رحمك الله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي ليلة اليوم السابع عشر من شهر محرم لعام أربعين وثلاثين واربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألتقيكم في تعليقات على متن ثلاثة الأصول هذا المتن وهو ثلاثة الأصول يراد به الأصل الأول معرفة الله ثم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم معرفة دين الإسلام بالأدلة والإمام رحمه الله تعالى أتى بهذه الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول ذكرها إجمالا ثم فصلها بعد ذلك وقبل رسالتي ثلاثة الأصول ذكر رحمه الله تعالى مسائل أربع ثم ذكر مسائل ثلاثا ذكر مسائل أربع ثم مسائل ثلاثا هذه المسائل الثلاث ثم المسائل الأربع يحتمل أن لا يكون الشيخ الإمام المصنف المجدد هو الذي ألحقها بالأصول الثلاثة قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشية ثلاثة الأصول قال يحتمل أن بعض تلاميذ المؤلف ألحقها بالأصول الثلاثة وليس جزما لكنه محتمل وأيا كان وضعها الإمام المصنف أو لم يضعها الإمام المصنف من المهم دراسة هذه المسائل الأربع ثم دراسة المسائل الثلاث ثم ثلاثة الأصولة هي المقصد والمسائل الأربع مبنية كما سمعتم أو المسائل الأربع هي كما سمعتم المسألة الأولى العلم والمسألة الثانية العمل بهذا العلم والمسألة الثالثة الدعوة إليه والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه هذه هي المسائل الأربع وهي سهلة للغاية وسدل الإمام المصنف رحمه الله تعالى عليها بسورة العصر قال سبحانه والعصري إن الإنسان لفي قسر أي في هلاك إلا من جمع هذه الصفات والمسائل إلا من جمع هذه الصفات والمسائل الأربع الأولى العلم لما قال إلا الذين آمنوا ويراد به العلم والثانية العمل به إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والثالثة الدعوة إليه إلا الذين آمنوا عنه الصالحة وتواصوا بالحق أن ينصحوا بعضهم بعضا يستوسي بعضهم ببعض في الحق وهذا هو الدعوة والمسألة الرابعة وتواصوا بالصبر أي صبروا على تبليغ والدعوة إلى الله سبحانه هذه هي المسائل الأربع التي ذكرت قبل الأصول الثلاثة وقبل المسائل الثلاثة ثم أتى بكلمة الشافع وسنرجع إليها إن شاء الله تعالى لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأولى العلم والمراد بالعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة المراد به وهي مدحا العلم الشرعي بيّن هذا الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة وبيّن هذا ابن القاسم رحمه وتعالى في حاشيته العلم إذا أطلق يراد به علم الكتاب والسنة وهو الممدوح وهو الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم وقد بيّن ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة أن أنه يخطئ من يقول إن العلوم الدنيوية كالطبي ونحو ذلك فيقال كالطب والهندسة وغيره من العلوم الدنيوية يخطئ من يقول إن تعلمها من باب فروض الكفايات قال لا دليل على ذلك وليس هناك ما يدل أن أتعلم هذه الأمور الدنيوية من فروضي الكفايات قارن كلام الإمام بن القيم هذا بغلو أهل عصرنا في هذه العلوم الدنيوية في علم الطب والهندسة ونحو ذلك بل بعض الطيبين والصالحين تأثروا بما يعيشون فيه من مجتمع وصار عندهم غلو في ذلك إما أرادوا رفعة دنيوية وهذا هو العلو في الأرض أو أرادوا مصلحة دنيوية بكثرة مال وغير ذلك وما يدري العبد أيهم الموفق ومن يفتح له في دنيا ومن يفتح له في آخرته فإن معون الأمور على توفيق الله لعبده وليس من فتح له في دنيا قد أراد الله به خيرا قد تكون فترة له في دينه الذي من أجله خلق وقد تكون صارفة له عن دينه فكم رأينا شبابا متدينين دخلوا هذه التخصصات ومع مرور الأيام تغيروا في دينهم واستقامتهم بسبب من يعاشرون ومن يعاشرون وهم يدندنون على أموره الدنيا فامتلأ القلب حبا للدنيا أسأل الله أن يخلص قلوبنا برحمته وفضله من الدنيا وأن يجعل متعلقة به وبدال كرامته إنه ولي ذلك الرحمن الرحيم فالمقصود أن من الخطأ الآن غلو الناس في مثل هذا حتى إن بعض الناس يقول ينبغي للطالب الذكي أن ينصر في هذه التخصصات الدنيوية وهنا دعوة قوية من أهل الدنيا ثم تبعهم أهل ثم تبعهم بعض ثم تبعهم بعض المتدينين وصار يدعو الناس إلى أن الأذكياء وأصحاب الهمم العالية ينصرفون إلى علوم الدنيا وبعضهم قد كلهم مراد حزبي وهو أن يسيطر على جميع الأمور يسيطر على أمور الدنيا وعلى أمور الدين حتى يصلوا إلى المجتمع في بث حزبيات وغير ذلك وكله بزعمهم باسم خدمة الإسلام ونشر الدين إلى غير ذلك والمقصود أن العلم الذي امتدحه الله يرفع الله بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات وامتدحوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصيحيين حديث معاوية من يريد الله به خير نفقه في الدين المراد بذلك علم الوحي الذي قال الله فيه وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَأَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وهو العلم بالله وبدينه وبما جاءت به رسله وبما يريده الله منه في كتابه وفيما أحاق عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من سنته هذا هو هذا هو العلم الذي ينبغي أن نتسابق فيه وعلمه والله يا إخواتي إن من فتح عليه في هذا العلم والله لو كان أفقر الناس فإنهم من أحسن الناس حالا لأنه قد انتلأ قلبه بتقوى الله وبدينه والدنيا سريعة الأيام والانقضاء انظر إلى عمرك الآن انظر إلى عمرك كم مضى منه في هذه العجالة السريعة وكم سيمضي منه في المستقبل وكل بحسب ما قدر له فاقبلوا على الله وعلى دينه وعلى تعلمه ما إحسان الظن بالله فمن قدر له شيء من الدنيا والله لا يأخذنه ومن لم يقدر له شيء من الدنيا فلن يأخذه لو فعل فلن يأخذه ولو فعل ما ما فعل المهم أن تشتغل بما خلقك الله من أجلها أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتسابقين في ذلك وينبغي أن نبث بين الناس وأن نحثهم على أن يحثوا أولادهم وأن نحث الشباب على التسابق على طلب العلم الشرعي حتى نفوز برضى الله سبحانه وتعالى ولبنطيمية ولبنطيمية كلام عظيم في مجموع الفتاوى قال لما فتح على المسلمين في هذه العلوم ضعفوا وتأخروا ولما كانوا قبلوا مشغولين بعلوم الدين وفي التسابق في نشر الدين وتعلمه والجهاد وكانوا ضعفا في هذا الباب كان الإسلام منتشرا وقويا ولم تدخل فيه البدع بل مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وأظن ذكره أيضا ابن تيمية أن كثيرا من البدع والزندقة دخلت من هؤلاء لطباء الإسلاميين كابن سينة وامثاله الذي سماه ابن القيم شيخ الملاحدة كما ذكر هذا ابن القيم ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليم فأمثال هؤلاء أدخلوا على الإسلام بدعا وزندقة وإلحادا باسمي الإسلام وهم أطباء فراجأ أمرهم بين فراجأ أمرهم بين الناس ولو أن الطبيب لزمت خصصه ورحم الله امران عرف قدر نفسه ومن تكلم في غير فن أتى بالعجائب لكان خيرا من أن يظن أن ثناء الناس عليه لغير ذلك مسوّغ له أن يتدخل في أن يتكلم في أحكام الشريعة بغير علم ولا وحي ولا أخذه عمن سبقه إلى العلم فإن العلم مراث يتناقل كل جين عمن قبله أما أن يأتي من يأتي بأن يقبل على كتب فيقرأها ثم يرى نفسه ما يرى ثم يبدأ يخوض في مسائل وقد يناقش من لا علم عنده فيرى نفسه فائقا عليه فيصاب بعجب وغرور فيعاقب الله بذنبه ثم بعد ذلك يفسد في الشريعة باسم الحق والهدى واتباع الدين لغير ذلك هذا ذنب عاقب الله بهذا الرجل أسأل الله نعافينا وإياكم خلصنا وإياكم مما يسخطه سبحانه إذن العلم قال العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة انتبه إلى قوله معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة دين الإسلام المراد بالعلم هو الوحي ليس ما عداه هذا أولا ثانيا قوله بالأدلة هذا يفيدنا أن ما لم يكن مبنيا على دليل فليس علما لذا قال ابن عبدالبر في كتابه جامع وبيان علم وفضله أجمع العلم على أن المقلد ليس عالما وقد نقل الإجماع ابن تيمية في مجموع الفتاة وابن القيم في علام موقعين وفي الكافية الشافية وأقره والناس على مراتب ثلاثة كما بيّن ذلك ابن عبدالبر في جامع وبيان علم وفضله في كتابه جامع وبيان علم وفضله وكذلك بيّنه بالقيم في كتابه أعلام موقعين أعلى درجة المجتهد والذي يليه المتبع والذي يليه المقلد والمجتهد من هو؟ هو الذي ينظر في الأدلة وعنده آلة العلم فيميز بين الدليل الراجح ومرجوح بآلة العلم وأهم علوم الآلة على الإطلاق للمجتهد هو علم أصول فقه يمكن أن تكون مقلدا في الحديث لكن لا يحتمل من المجتهد أن يكون مقلدا في علم أصول فقه لأنه هو الآلة وقد بيّن هذا الشوكاية رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول أن هذا العلم لا يقبل التقليد وأيضا ذكر هذا الرازي وذكره الغزالي وغيرهم من أهل العلم الذي هو علم أصول الفقه فهو أهم علوم الآلة على الإطلاق ويراد به العلم العملي لا ما أدخله المتكلمون في علم أصول أصول الفقه فإذن أعلى مرتبة هي مرتبة الإجتهاد تنظف الأدلة الشرعية وترجح بينها وتبحثها وتبحث هذه الأدلة وتليها مرتبة الاتباع تقول قال الشيخ ابن باز في هذه المسألة إنها حرام ودليل الشيخ كذا تعرف حكم الشيخ ودليله هذا يسمى اتباعا وتليها مرتبة التقليد وهي ألا تعرف دليل الشيخ تقول قال الشيخ ابن باز هذا حرام أو قال الشيخ ابن عثمين هذا واجب أو قال الألباني هذا مكروه بدون أن تعرف الأدلة مثل من يقول ذلك اعتبر مقلدا وهذا ليس عالم بالإجماع فعلى هذا لو حفظ إنسان زاد المستقنع حفظ الإنسان متن زاد المستقنع عن ظهر قلب ففي كل مسأل يقول لك استحذر ما في الزاد ثم يعطيك الحكمة هذا يسمى مقلدا لا يسمى عالما لأنه لا يكون عالما حتى يعرف الحكمة بدليل لكن ينبع الأمر مهم وهو أمر دقيق فرق بين تقليدك لزاد المستقنع وتقليدك لابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو الإمام أحمد أو ابن تيمية وذلك أن أصحاب المتون يكتبون على الراجح في المذهب لا يكتب ما ترجح عنده فهو يكتب لتبيين الراجح على المذهب حتى تتعلمه وعن طريقه تصل إلى فقه المذهب لذا الترجيح ترجيحه وتعبده لله شيء وتأليفه على المذهب شيء آخر أما الشيخ ابن باز من سبق ذكرهم فإنهم إذا تكلموا في مسألة يتكلمون فيما يظنونه راجحا من مساء العلم أي فيما يظنونه مرادا عند الله لذلك الصحر لك أن تقلد هؤلاء العلماء لكن لا يصحر لك أن تقلد هذه المتون الفقهية إذن الأمر الأول العلم وهو ما تقدم ذكره لكن يرد هنا إشكال وهو أن الشيخ وهو أن الإمام المصنف رحمه الله تعالى قال معرفة دين الإسلام بالأدلة معنى هذا أنه لا يصح التقليد في الشريعة ومنهم من يقول لا يصح التقليد في الاعتقاد هذا ظاهر الكلام وهذا قول أشاعرة وهو أحد الأقوال عنده المعتزلة وهم مختلفون في ذلك هل يصح التقليد في العقائد أو لا يصح فيشكل على هذا أنه قال معرفة دين الإسلام بالأدلة والجواب على هذا أن يقال إن مراد الإمام المصنف والله أعلم أن أن اتباع العامي للعالم الذي يثق فيه يعتبر اتباعا للدليل لأن قول العالم يعتبر دليل عنده العامي فهو يقول إن كنت عالما فتعرف دين الإسلام بالأدلة الشرعية المعروفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحاب يشرع من قبلنا والاستصحاب إلى آخره وإن لم تكن عالما فأنت تأخذ قول العالم إذا كنت عاميا فأخذك لقول العالم يعتبر دليلا ومن ظن أن المصنف رحمه الله يريد أنه لا يصح التقليد في باب الاعتقاد فقد أخطأ خطأ بينا لأن هذا قول أهل البدع ومحاولة بعضهم أن يستدل على ذلك بحديث أنس في البخاري أنه يسأل الإنسان في قبره من ربك إلى آخره فيقال للمنافق والكافر يقول لا أدري فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمرزبة من حديد أصلا الله عافين وإياكم يقال هذا الرجل ليس حاله حال من أخذ مسألة بلا دليلها وإنما المراد حرم الجواب لكفره حرم الجواب لكفره ويوضح ذلك أمران أمر الأول لو أنك كافر قبل أن يموت جل سيتحفظ الأدلة إذن هل سيجيب في قبره كلا لأن الجواب في القبر على حسب الإيمان وقيام الإنسان بدين الله سبحانه والجواب الثاني يقال إن لازم قولكم أن يكون كافرا يعني من أخذ الاعتقاد بلا دليل يكونوا كافر لأن الحدي جعل القسمة ثنائية إما مسلم يجيب أو كافر لا يجيب وعبارة الشيخ يقول يجب لا يجعله شرطا في الإيمان فإذا الاستدلال بالدليل على ما تزعمونه مرادا المصنف خطأ قطع لأن ظاهر الدليل أنه يجعله شرطا في الإيمان والشيخ رحمه وتعالى جعله واجبا والذي يستقيم مع الوجوب ما تقدم ذكره من أنه إن كان عالما فباتباع الدليل وإن كان مقلدا فقول العالم يعتبر دليلا يعتبر دليلا له ثم ثالثا الإمام المجدد المصدح من أشهر أئمة العصر في نصرة السنة والسلفية والقيام بدين الله فكيف ينسب له قول الأشاعرة الضلال المبتدعة ومن هو أشد منهم أحد الأقوال عند المعتزرة كلا ولا ولا يمكن لهذا الإمام المجدد المصلح أن يقول بمثل هذا وهو إمام مجدد ومصلح ولو قدر أن إماما مجددا مصلحا قال بهذا فهذا يعتبر خطأ ويرد عليه كائنا من كان لأن دين الله حكم على على كل أحد فالإمام إبن تيمي لما ذكر القاضي شريح قال أول صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبت قال ومع ذلك هو إمام من لئمة بالاتفاق فدين الله مقدم على كل أحد فإذن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ودين الإسلام بالأدلة ثم ذكر الشيخ العمل والعمل فيه تفصيل لما قال الشيخ يجب دل على أنه يريد الأعمال الواجبة لأن الأعمال قسمان من حيث الجملة مستحب وواجب فالشيخ لما قال يجب دل على أنه يريد الأعمال الواجبة ثم الأعمال الواجبة أيضا قسمان قسم واجبة على جميع الناس وقسم تجب باختلاف حال الناس فمن كان لديه مال فيجب عليه نتعلم حكامة الزكاة ومن كان يبيع ويشتري يجب عليه نتعلم حكامة البيع والشراء بخلاف من ليس من ليس كذلك فعبارة الشيخ يجب تنصرف إلى الوجوب العيني أو الوجوب الذي يختلف حاله باختلاف الناس والوجوب الذي يختلف حاله باختلاف الناس يتفرع عنه الفرض الكفاية لأن فرض الكفاية يجب على من يستطيع أن يقوم به يعني ليس على كل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم طيب قال بعد ذلك العمل به قال الثاني العلم الأولى العلم والثاني العمل به والثاني الدعوة إليه فالدعوة تختلف قد تكون واجبة في مثل من رأى منكرا واجب عليه أن ينكره أو علم منكرا لا يستطيع أن ينكره إلا هو لا سيم إذا كان من الشبهات وفيها تلبيس عن الناس ولم يقوم به غيره وكان لديه آلة وستطاع أن يقوم به فيجب عليه أن يقوم بإنكاره ومن الدعوة ما هو مستحب إذا لم يكن الأمر واجبا يجب التسابق عليه ولشيخنا الإمام عبد العليز من باز رحمه الله تعالى كلام عظيم هو قوله إن الدعوة في هذا الزمن فرض عيني من انتشار الجهل والناس في حاجة أن يعلموا لأصول دينهم فما أكثر الجهل حتى يا إخواني وأرجو أن تتفطنوا لهذا عندنا مثلا هنا يدرس الناس العلم الشرعي من الصف الأول ابتدائي يدرسون القرآن ويدرسون الفقه ويدرسون التوحيد ثم بعد ذلك يترقون فيدرسون بعد ذلك الحديث إلى أن يصلوا إلى صف الثالث الثاني وجميع المراحل الدراسية يدرسون القرآن ويدرسون الفقه يدرسون التوحيد ويدرسون التفسير ويدرسون الفقه الحديث يعني يدرسون خمسة يدرسون خمسة مواد في الشريعة ومع ذلك الجهل شديد جدا لأمرين أولا بعض الناس يدرسوا على أنه شيء نظام ملزوم به فلا تقبل نفسه عليه وإن كان هذا أحسن من أن لا يدرس لكن ثانيا لانشغال الناس بأمور الدنيا إن كان من هؤلاء الشباب فاشتغلوا بمثل الأشياء الجديدة التي أدخلت عليهم فتشغلهم عن كثير من أمور دينه فتصبح ذهانهم مشغولة ونفوسهم متعلقة بكثير من التوافع من اللعب وغيره الإلكترونية وغيرها أما غيرهم فإنهم شغل في دنياه فلذلك ينسون كثيرا من أمور كثيرا من أمور دينهم فلذا يا إخواني الله الله أن يجتهد في تعليمهم لا تقول إنهم تعلموا الدين هذا يا إخواني عندنا في بلادنا وهم يعلمون الدين فكيف إذن في بلدان المسلمين الأخرى فالأمر أشد وأشد فالله الله يا إخواني أن نشتهد تبليغ الناس دين الله بكل ما نستطيع في مجالسنا في بيوتنا نشغلهم بالعلم في اجتماعاتنا في ذهابنا وإيابنا حين نشتمع أخواننا بالساعات فلنشتغل ولو قليلا في مذاكرة العلم مذاكرة الأصول الثلاثة القواعد الأربع مذاكرة شرط الصلاة أركان الصلاة وهكذا منه أنه عبادة لله وثاني فيه تثبيت للعلم وثالث فيه نشر للعلم وهناك فوائد فوائد أخرى بعد هذا الشيخ رحمه وتعالى قال قال والصبر على الأذى فيه لماذا ذكر الصبر لأن تبليغ دين الله والأمر المعروف والنهي على المنكر كثيرا ما يكون مصحوبا بمشاق لأنك تخالف ملذات الناس وهوائهم ولأن الناس يخطون أحيانا يظنون أنك تريد علوا عليهم وهم لا يريدون أحدا أن يرتفع عليهم فيعارضونك ويحاولون أن يجاهلونك وأن ينتقسوك بكل شيء فأنت مأمور أن تحسن نيتك ما بينها حين وآخر وأن تجاهد نفسك في ذلك وأيضا أن تصبر على بلاغ الدين لذلك قال الله تعالى في وصية اللقمان يا ابنية أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزو الأمور قال شيء خلسان في رساة الأمر وفي النهي المنكر يقول ابن تيمية وقد ذكر الصبر لأن الأمر بالمعروف والنهي المنكر مصحوب بمشاق ومخالفة الناس ولا يصبر المؤمن إلا ما يرجوه من الله سبحانه وتعالى هذا الذي يؤنسه لذلك لا ينبغي له أن يسخط ولا أن يغضب لنفسه وإنما قد يغضب كيف أن لا يقبل الحق ويضيع الحق على أنفسهم ويتحسر عليهم ومع ذلك لا ينبغي له أن يبالغ في ذلك فلا تذهب نفسك عليهم حصرات بلغ وحمد الله أنك أديت الواجب والله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتهم بعض أخواننا يبالغ جداً في هداية المدعوين حتى يقع في وسائل بدعية لأجل هدايتهم أو يتحسر ويتنكد ويعود عليه بالضعف هذا خطأ عظيم اشتهد في دعوتهم بكل ما تستطيع مع انشراح صدر وسعي لهدايتهم إن هداهم الله الحمد لله وإن لم يهدهم الله فقد سبق كأنبياء يأتوني من القيام وليس معهم أحد في حيث بن عباس في الصعي قال يأتي النبي من القيام معه الرجل والرجلان والرهد والرهيط ويأتي النبي وليس معه أحد هذا أولا أنبياء من الله نزل عليهم الوحي فكيف فكيف بغيرهم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورة العصر وتقدم بين وجه الدلالة من هذه الصورة ثم قال قال الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه الصورة لكفتهم هذه العبارة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة وفي غيره من كتبه وكذاك ذكرها ابن كثير من تفسيره وعبارتهم أدق من عبارة نقلها الإمام المجدد عبارتهم لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم وهذه أبلغ من قول لكفتهم لأن من كان يعلم أنه مطالب بالعلم والعمل ولا عنده أفراد العلم ولا عنده أفراد العمل لا يستطيع أن يقوم بذلك لذلك لو تدبر الناس هذه الصورة لا وسعتهم ولا جعلتهم في اجتهاد للقيام بما عندهم من العلم والعمل ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول البخاري باب العلم قبل القول والعمل أي أنه لابد من العلم فانتبوا يا إخواني دعوة بلا علم ضلال ولو اهتدى من اهتدى فإن أهل السنة لا يقيسون صلاح الناس وفسادهم بنتائجهم وإنما يقيسونهم بالنظر إلى أصولهم وطريقتهم فالكيف مقدم على الكم فإذا كان الكيف حسنا فحصل كثرة الكم فهذا نور على نور لكن الكيف مقدم على الكم بخلاف هذه الدعوات الحركية فإنها اشتغلت ب الكم وغفلت على الكيف لذلك عندهم أن وسائل الدعوة غير توقف احدث في دين الله ما شئت احدث في دين الله ما شئت بشرط ألا تقع فيهم فيما هم منصوص بحرمته بل بعضهم حتى المنصوص بحرمته وقع فيه باسم مصلحة مصلحة الدعوة وهذا من الخطأ العظيم أن يحدث الإنساء في دين الله ما شاء فإن قيل ما حكم وسائل الدعوة هل يقال إنها توقفية أو غير توقفية لابن تيمية كلام عظيم في هذه المسألة وهو يتكلم رحمه وتعالى على الوسائل واستنبط منه الإمام العلام الألباني رحمه وتعالى مسألة وسائل الدعوة لأن كلام ابن تيمية على الوسائل عموما والألباني رحمه وتعالى أخذ منه ما احتاج لي وهو الكلام على وسائل الدعوة قال ما يلي أو قال ما ملخصه ينظر للوسيلة إن وجد المقتضي لفعلها أي الدافع لفعلها إن وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يفعلوه انتبه وجد في وقتهم ثم لم يوجد مانع يمنعهم ومع ذلك لم يفعلوه فهذه الوسيلة وسيلة بدعية لأن له كانت خيرا لسابقونا لسابقونا إليه لكن إن لم يجد المقتضي إن لم يوجد المقتضي في زمنهم ليس هناك دافع في زمنهم أو وجد المقتضي لكن هناك مانع يمنع من القيام بهذه الدعوة فإن فعلا نهى بعد ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع لا يعتبر بدعة وانا أمثل أنثرة يعرف بها المراد الآن تأتي إلى الإنشاد المسمى إسلامية تقول لماذا تنشدون قال حتى نرغب الناس قالوا حتى نرغب الناس الناس إلى الخير والهدى والاستقامة تقول لهم هل مقتضي هذا موجود في عهد النبي وأصحابه والتابعين هو موجود فإن فتوحات الإسلام التسعة تدخل في الإسلام وضعيف الإيمان ممن يحتاج إلى مثل هذه الوسائل ولم يفعلوهم مع استطاعتهم طب هل هناك مانع ليس هناك مانع فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعلوه ففعلنا له يعتبر بدعة فإن قيل قد أنشد الصحافة لما قال نحن الذين بايعوا محمد في شيلهم للصخور كانوا يحملونها وينشدوا في أحد وأنشدوا أي قالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم رفقا يأنجش به القوارير فيقال هؤلاء أنشدوا على وجه الإباحة لا على وجه التعبد وإهداية الناس يقول شيخ الإسلام في المجرد الحادي عشر لو قيل لأي عالم ما حكم السعي بين أي جبلين الركض والمشي بين أي جبلين لقال جائز لو قيل ما حكم التعبد بذلك لقال بدعة فإذا إنسان ينشد على وجه المباحة لا إشكال فيه لكن تنشد لأجل هداية الناس هذه البدعة لذا أكثرهم يقولوا في آخر هذا الأشرط أسأل الله نتقبل أعمالنا إلى آخره وتيسمونها إسلاميا يعني وسائل لهداية لهداية الناس وهذا منكر فالإنشاد على وجه الدعوة على وجه هداية الناس لدافع هداية الناس لدافع أخذ الأجر هذا من البدع كما تقدم ومثله التمثيل إلا أن التمثيل أشد حرمة لأن فيه كذبا يقول أنا محمد وليس محمدا يقول أنا طبيب وهو ليس طبيبا يقول أنا مريض وهو ليس مريضا وهكذا لا يكاد يخلو التمثيل من كذب إلا شيئا نادرا والنادر لا حكم لا حكم له وإنما العبرة به الغالب ومع ذلك إن لم يكن فيه كذب فاتخاذه وسيلا وسائل الدعوة يعتبروا بدعة يحتجون بأمور تعجب لها غاية العجب يقولون في قصة الأبرس والأقرع والأعمى في حيث مريف الصيحين جاء الملك أقرع والثاني وجاء بصورة الأبرس والأعمى إلى آخر القصة المعروفة فيقال لا يصح الاستدلال بهذه الأمور منها أن نتغير شكل الملك في الظاهر الحقيقي فلهم ما ليس لنا ثانيا وهذا مهم أن تفهمه أن حكم أن التكاليف الشرعية في حق الملائكة ليست كالتكاليف الشرعية في حقنا فلهم ما ليس لنا فكيف نقيس تكاليفهم بتكاليفنا لذا والوجه الثالث وهو فرع عن الأول لا يصح أن يقاس عالم الشهادة بعالم الغيب فإن عالم الملائكة عالم غيب وإذا سألت من أول من أتى بهذا التمثيل لا يعرف التمثيل الإسلامي فيما أعلم إلا من جماعة الإخوان المسلمين أخذوا عن من قبلهم فمسلموه ونحن مبتلون في هذا الزمن بالمسلمة مسلمة الأنشيد مسلمة التمثيل وهذه مسلمة الزف ليلة العرص والدخلة مسلمة مسلمة وهذه عبارات حسنة تقبلها القلوب فأخرجت هذه الأفعال في أشياء في أسماء حسنة حتى تقبل عليها القلوب وتظنها شرعيا ودينيا فالمقصود من المهم من ينتبه لهذا الضابط موجود المقتضي وانتفى المانع قد يقول قائل ما حكم إلقائك هذا الدرس مسجلا فيقال إن التسجيل ليس بدعة ليس من وسائل الدعوة البدعية نحن اتفقنا الآن نحن اتفقنا فيما سبق أنه إن كان المقتضي موجود في زمنهم إن كان المقتضي موجودا في زمنهم والمانع منتفيا في زمانهم ففعل هذه الوسيلة بدعة هنا يقال وسائل الدعوة توقفية أما إذا لم يكن المقتضي موجودا في زمانهم أو كان يوجد مانع يمنعهم فليقال إن وسائل الدعوة توقفية فيقال ما حكم إلقاءه عبر مكبرات الصوت ومسجلا فيقال هذا ليس بدعة لماذا؟ لأن هناك مانع كان يمنعهم من فعله وهو أنه ليس موجودا في زمانهم وهو أنه ليس موجودا في زمانهم وعلى هذا فقس وهذا يا إخواني ينبغي أن تفهم أن تعرف وللأسف مما يتحسر له أن بعض إخواننا السلفين الفضلاء أخذ يتوسع في هذه الوسائل الشرعية ويأتي بوسائل بدعية يريد أن يرغب الناس الخير وهذا يرجع لاشتغال بعض إخواننا بالكم يعني أنا أقول لكم الآن توضع جوائز على حضور بعض الدروس والمحاضرات وعلى حفظ القرآن أو الأب يقول لأبنائي من حفظ كذا من حفظ كذا عطيته كذا وكذا تقول لأن جعلت هذه الجوائز محفزات الحفظ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلها صحابته أين المقتضي موجود عندهم أن يحفظ أبنائهم والمانع منته يستطيع أن يعطي ابنه شيئا من حطام الدنيا الذي يحبه الأبناء ذاك الوقت ومع ذلك لم يفعلوا فنحن مأمرون ب اتباعهم فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم يحيث بقتاده الصحيحين من قتل قتيلا فله سلبه فيقال أولا هذا من جنس الغنائم والغنائم مشروعة بعد الجهاد هذا الشيء والشيء الآخر يقال غاية ما عندك وأرجو أن تنتبه إلى هذا غاية ما عندك أنك تريد أن تقيس تريد أن تقيس ما جاء في حديث بقتاده ما جاء في الغنائم على بقية وسائل الدعوة هذا يسمى قياسا والقاعدة الشرعية المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام في اقتصاد مستقيم أن القياس إذا عارض ترك النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فيصير قياسا فاسدا يعني أن القياس إذا عارض السنة التركية صار قياسا فاسدا لذلك تأتي إلى إلى كثيرين يريد إلى بعض الشافعية قالوا يستحب بعد الطوافة أن تصلي ركعتين وهذا حق قال يقاس على ذلك إذا انتهيت من السعي أن تصلي ركعتين بجامع أنك كليهما يسمى طوافا تقول هذا قياسا مصادم للسنة التركية فيعتبروا فاسدا فيعتبروا بدعة ذكر هذا ابن تيمية في مواضع مجموعة الفتاة وذكر أيضا في القواعد النورانية وأيضا قال وكذلك العام إذا عارض السنة التركية يعني ترك النبي سلم وأصحابه فيعتبر السنة التركية مخصصة لللفظ العام يقول الله سبحانه وتعالى أدعو ربكم تضرعوا وخفيا قالوا إذا ندعو بعد الصلاة الجماعة يقال ترك النبي وأصحاب ولم يفعل مع أن كان الفعل فترك معتبر سنة تركية والسنة التركية تخص اللفظة العام كما نص على ذلك ابن تيمية في الاقتضاء وأيضا تقيد اللفظة المطلقة وإذا صادمها القياس صار القياس فاسد هذه إخواني قاعدة عظيمة ينبغي أن تضبط وأن تعرف باب البدع حتى لا ندخل باسم وسائل الدعوة إذن إخواني وقد سمعت الإمام الألباني رحمه وتعالى في بعض مسجلاته يذكر أن وضع الجوائز على أمثال هذه الأمور أنها من البدع وليست شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب لم يفعلوا لم يفعلوا ذلك بعد هذا إخواني إذن بعد هذا إخواني ينبغي لنا أن نشتغل بالدعوة على الله على ما يريده الله لذا قال باب العلم قبل العمل قبل القول والعمل فلا بد من ألا نعمل إلا بعلم وأن لا ندعو إلا بعلم ومن علم بلا علم فإنه سيضر نفسه لأنه سيقع فيما يغضب الله ثم من حيث العقل تسأل أي إنسان أن تعمل بماذا قال أعمل بما يريده الله بالوحي تقول تعرف الوحي قال لا أعرف كيف تعمل لا يسألك أن تعمل إلا بعلم وهذا من أعظم ضلالات جماعة التبليغ وهذا من أعظم ما جعلها مبتدعة وضالة أنهم يحاربون العلم والعلماء ويريدون أن يدعو بأهوائهم فهؤلاء في الواقع يعبدون أهوائهم لا يعبدون الله بما يريده الله لأنه عبدوا الله بما يريده الله لعبدوه بالعلم بالوحي وستدل وستدل الإمام محمد عبدوها برحمة تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بدأ بالعلم قبل القول والعمل وبهذا نكون انتهينا من المسائل الأربع ترجمة نانسي قنقر